في الاخبار الميدانية شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نجد العتق بمدرية نهم شرق صنعاء وقال مصدر عسكري ان ابطال الجيش الوطني والمقاومة خاضوا معارك ضد الميليشيات الانقلابية تكبدت فيها الاخيرة خسائر فادحة في العتاد والارواح واضاف المصدر ان الهجوم تزامن مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات ومواقع للميليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق وأسفرت عن تدمير عربات بي ام بي وعدد من الآليات كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي الارهابية في سلسلة جبال صلب ومنطقة الجفر القريبة من مفرق الجوف وأسفر القصف عن قتلى وجرحة من الميليشيات وتدمير آليات ومعدات